19 متلازمة كوفيد ورقم البرلمان الاردني القادم مصادفة تتعدى المفردات في أحكام الوباء ملسقات على الأفواه لكثير من الأمان وقليل من الكلام في شروط الانتخابات لا مهرجانات ولا مقرات هو صمت إذن في كل الاتجاهات صمت حتى قبل يوم الصمت الانتخابي ننزل وننتخب عشان نصوت للشخص الصح يكون موجود في البرلمان ويكون يمثل في جفاف الحناجر والمنابر وحده العالم الإلكتروني ما زال طليقا على صفحات منصاته قرر أسامة أحد المؤثرين رقميا أن يسويق لكثلة انتخابية من منطلق قناعة شخصية وسياسية وليس كدعاية تجارية أنا مش ماخذ الدعاية لهذه الكتلة عشان أروجلها وأنه أنا موقع معهم عقد مثلا هذا في حال أنه أنا كنت بتقاض منهم فلوس آه ممكن أحكي لك آه رح أصمت بس أنا ما بشتغل معهم الانتخابات الماضية لعبت فيها وسائل التواصل دورا في عمليات الحشد والتأييد اليوم أكثر من سبعة ملايين يشتركون في خدمة الإنترنت أي أقل قليل من ضعف عدد من يحق لهم التصويت ذاك على أهميته كبديل عن الحملات التقليدية إلا أنه يمثل تحديا تشريعيا وتنظيميا للهيئة المشرفة على الانتخاب المسألة لا يمكن ضبطها بالكامل ولكن أنا أعتقد أن هناك الكثير من التفاؤل لدى الهيئة بالمرشحين أنفسهم وأنصارهم وشركات التواصل الاجتماعي نفسها عندما تعلم أن هناك صمت انتخابي المسألة أخلاقية بالدرجة الأولى 24 ساعة من الصمت الانتخابي بعدها سيخرج الضجيج من الصناديق ينتقل الخطاب من العالم الأزرقي إلى قبة البرلمان التاسع عشر يأمل أردنيون أن يدخل المشارعون الجدد مجلس النواب بأفواه متحررة على الأقل من قماش يغطيها أغلقوا مقراتهم تحت طائلة الوباء والقانون وفتحوا صفحاتهم على أمل أن تكون منصات دعاية آمنة في زمن الجائحة في انتخابات 2020 مختبرات الكورونا لا يوقفها يوم الصمت الانتخابي بل تنتظر فقط يوم الصمت الوبائي مراد البتوش العربي